السلام عليكم وعلى ما عدنا كل يوم سابق فيديو جديد لتعليم الرسم تمنى من الناس اللي بتشاهدني لأول مرة تدعم موهبتي كل ما عليكم هتباطوا على كلمة سابسكرايب أسفل فيديو الاشتراك في القناة طبعا دي الرسمة اللي انا رسمتها النهاردة هيتعلم مع بعض إزاي نقدر نرسم ونضلل بألوان الخشب هنحاول نبدأ مع بعض بالخطوات علشان نوصل للشكل النهائي فكرة الرسم مش بتيجي من أول مرة زي ما احنا عارفين احنا بنحاول ان احنا نعيد على الرسم بتاعنا تاني مش لازم نخلص الرسمة في أول يوم ممكن نقعد يومين أو وقت ما بنكون فضلين بنرجع تاني ونكمل عليه أهم حاجة ان الرسم يطلع معينا مزبوط لكم تجهزوا أدوات الرسم ويلا بينا علشان نبدأ كل حاجة انا هبتدي استخدم درجة البرتقاني في تضليل الشكل بتاعي كبطانة في الأول وبعد كده هبتدي أخلط درجات تانية علشان يبين الشكل عندي إذا كنت أخذوا بالكم أثناء وأنا بدي عملية البطانة للرسم بتاعي وأنا مستخدمها درجة واحدة وهي درجة الأورنج ببتدي إن أنا أتاقي الإيدي وأخففها علشان تديني أكتر من درجة مكان الظلة عندي الغامق ببتدي أتاقي الإيدي شوية علشان أبينها أكتر وأماكن الظلة الأفتح ببتدي أخفف إيدي شوية والأماكن الوسط ببتدي أتحكم برضو في الألم بتاعي علشان يديني الدرجات اللي لا محتاجها المرحلة التانية والمهمة عندي وهي مرحلة الدمج ببتدي أستغنم القطنة ودمج الدرجات مع بعضها علشان تبين عندي البني ألم هستخدمه معي النهاردة وهو درجة الألم البني البني الغامق هبتدي أحدد بيه منطقة الحاجب ببتدي أرسمه وأحدده أكتر وبعد كده أحدد المنطقة العليا من منطقة العين اللي هي المنطقة اللي واخد زل غامق عندي فبتدي طبعا أتاقي الإيدي وخففها حسب مكان الزل طبعا البشرة النهاردة خمرية شوية فبتدي تاخد درجة غامقة فبتدي أن أنا أتاقي لدرجة البني علشان تبتدي تظهر معي بعد كده هبتدي أستخدم أداة الدمجة علشان أدمج الدرجات مع بعضها ولو حسيت أن الدرجة تقلت معايا شوية ببتدي أستخدم الأسديقة علشان أشيل الزيادات عندي من اللون بعد كده ببتدي أستخدم درجة الألم الأسود وابتدي أحدد منطقة العين وببتدي أحدد مكان الإضاءة اللي موجود فيها بعد كده ببتدي أشتغل على الجزء الداخلي من العين علشان يحدد مكان الظل عندي تخدمت هنا الألم الأسود في رسم العين هبتدي أرسم شكل العين أكتر علشان تبتدي تتضح معي هبتدي أظل المنطقة أعلى العين بعد كده هبتدي أحدد منطقة الرموش عندي علشان تتضح أكتر في منطقة أسفل العين ومنطقة أعلى العين طبعا لما بيكون الميكوب عندي سئل شوية ببتدي أن أنا أتقل إيدي على الدرجات علشان يتضح معي أكتر بعد كده هبتدي أشتغل على منطقة الوجه عندي علشان يبان مكان الظل طبعا هرجع تانية أستخدم درجة البنية علشان أغمق درجة البشرة أكتر وحدد أماكن الظل اللي موجودة عندي طبعا كل خطوة أنا بعملها بتظهر معي أكتر في الرسم أستغل على الجزء الأيصر من الوجه وابتدي أستخدم درجة الأورنج وأتحكم في الألم علشان يديني الدرجات اللي أنا محتاجها من الزل يعني نفس الطريقة اللي أنا استخدمتها في الجزء الأيمن هبتدي أتباعها في الجزء الأيصر من الوجه تخدمت هنا درجة البني الغامي في منطقة الحاجب وبعد كده هبتدي أدخل الألم الأسود علشان يبرز شكل الحاجب ويبين الشعيرات اللي موجودة فيه ويظهرها أكتر بعد كده هبتدي أضيف درجة البني نفس ما عملت في الجزء الأيمن هبتدي بعد كده أشتغل على العين اليسرى بالقلم الأسود علشان تبان معي نفس الشكل اللي موجود في الجزء الأيمن طبعا أنا استخدمت هنا درجة البطانة اللي أنا استخدمتها في الرسم وهبتدي أداء الإيدي وخففها حسب أماكن الزل وبعد كده هبتدي أدمجها بأدات الدمجة علشان تاخد كلها درجة واحدة وبعد كده هضيف الدرجات التانية اللي أنا محتاجها في الرسم هنا ببتدي أحدد منطقة الأنف أكتر باستخدام الدرجات اللي أنا باستخدمها في الرسم ببتدي أن أنا أدمج الدرجة بتاعتي ولو حسيت أن أنا محتاجة أفتح الدرجة شوية زي ما أنتو عارفين باديها أضوء بالأستيكة أو بعيد عليها تاني بالقلم الأبيض علشان تبتدي تتضح معي كل حاجة بتكمل بعضها في الرسم كل ما ببتدي أظل الأكتر كل ما ببتدي الشكل يبان معي أكتر أنا ببتدي أشتغل على منطقة أسفل الأنف وابتدي أن أنا أظللها وبعد كده هبتدي أدمجها مع بعضها بأدات الدمج علشان الشكل يتضح معي أكتر وبعد كده هبتدي أشتغل على منطقة الفم فبتدي أدخل درجة البني الفاتح شوية مع درجة بني أغمى وبعد كده هبتدي أحدد منتصف الفم بدرجة البني الغامق وبعد كده هبتدي أدخل معيها درجة البنك علشان يبتدي يتضح أكتر وبعد كده هبتدي أحدد خصلات الشعر عندي استخدمت درجة الأسود واستخدمت درجة الموف علشان أدمج معيها درجات الشعر وتتضح معي أكتر بعد كده هبتدي أستخدم درجة البني علشان تبين خصلات الشعر طبعا لازم أشوف اتجاه الشعر جاي منين علشان الشكل عندي يبين مظبوط ويبين الشكل أكتر أولا حاجة لازم نراعيها في رسم منطقة الشعر إن الألم يكون مبري علشان يجيب الخصلات اللي هي الرفيعة أو إداية طبعا أنا كل ما ده ببتدي أعيد على الدرجات بتاعتي علشان تبتدي تظهر معي وببتدي أدمجها وبعد كده أرجع أعيد عليها تانية علشان تظهر معي أكتر كده هبتدي أكمل بقية الشعر وبتدي أحدد أماكن الزل الغمق عندي علشان يتضح الشكل أكتر كل ما ببتدي أضيف درجة كل ما ببتدي شكل يتضح معي أكتر كده هبتدي أحدد شكل إشارب عندي بدرجة البني الأفتح شوية وأدمج معي درجة البني الأغمق علشان يحدد أماكن الزل وبتدي أحدده أكتر كده هبتدي أحدده أكتر ترجمة نانسي قنقر طبعا أنا هنا ابتديت أن أنا أعيد على الفينيش الأخير للشعر وأماكن العين وأحاول أن أنا أبرز أماكن الزل أكتر علشان تبتدي تتضح معي وبالتالي ده الشكل النهائي للرسمة بتاعتي كل واحد شاهد الفيديو ويبتدي مرة نقيده على الرسم ويريد تقولولي إيه المشاكل لوجهتكم في الرسمة علشان إن شاء الله يتكلم عنها في الفيديو اللي جاي تمنى الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم استنوني الأسبوع اللي جاي بفيديو جديد لتعليم الرسم وما تنسوش تدعمه موهبتي كل ما عليكم هتضغطوا على كلمة سابسكرايب أسفل فيديو الاشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم شيرين صلاح